السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طريقة جديدة طريقة ممتعة وسهلة جدا الطريقة دي هتنميزها فيها ان انت اي دلار هتصرفه على الاعلانات هتبقى عارف ان انت حققت على الاقل دلار ونص او اتنين دلار او دلار او تلاتين سنت على حسب الطريقة اللي انت هتشتغل بها او حسب العروض اللي انت هتعملها او تشتغل عليها الطريقة سهلة وعرفك بالتم ازاي مجرد ان احنا بنعمل حملة اعلانية وبنقعد نتفرج على النتائج وبنشوف الارباح ويدخل حسبك الطريقة البساطة ان احنا هنشترك طبعا احنا مشتركين مع سيبي ايليد ولو انت مش مشترك هتشترك مع سيبي ايليد كافليت عادي تمام طبعا الميزة في الشركة دات النية بتقبل اي حد مش محتاج ان انت الحساب بتاعك يفضل فترة يتوفي عليه في نفس الوقت اول ما تعمل الحساب يتوفي عليه على طول مجرد انت بس تتفعل الايميل بتاعك بعد بنشترك مع شركة هندخل على كلمة وندغط عليها دي هيحولك لصفحة المعلنين احنا كده هنبقى دخلين صفحة ان احنا اللي هنعمل عروض والناس تدخل او المصوكين التانيين يدخلوا يسوقوا لها تمام دي الفكرة البساطة احنا هنعمل عرض والمعلنين التانيين او عفوا الافليت التانيين المشتركين مع الشركة هما اللي هيدخلوا يسوقوا للعروض بتاعك احنا هنعمل ايه ببساطة اولا في شركة كمان اسمها طبعا الشركة دي احنا قلنا عليها وشرحناها في طريقة الاشتراك في الشركات او الفيديو اللي هو الخاص بالشركات والاشتراك في الشركات الشركة دي الميزة فيها برضو ان هي بتقبل اي حد ومش محتاجة موافقة والكلام ده يعني برضه اول ما هتعمل حساب فيها هتوافق على اطفل فانت كده هتعمل حساب هنا وهتعمل حساب في سي بي اي ليد تمام احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنيجي هنا نختار عرض من العروض طبعا هنا ممكن تختار دولة معينة اولا هتدخل الصفحة للصفحة الرئاسية وتضغط على كلمة offer tools وبعد كده هتضغط على my offer هتزهر لك الصفحة دي طبعا انا بختار هنا دائما اللي هي العروض السهلة يعني اما موبايل انستيل لو تنصيب تطبيق معين او لعبة معينة اما اضافة ايميل تمام بختار حاجة من الاتنين اذا انتم شايفين كده بيبدأ يحمل بالعروض طيب هنا ممكن تختار دولة معينة انت عاوز تستهدف دولة معينة انا بسيبها مفتوحة والافضل طبعا بختار الولايات المتحدة لان العروض فيها بتبقى عالية زي ما انتم شايفين كده مثلا عرض زي ده بيدي لك اتنين دولار ستة وتلاتين طيب احنا ممكن نختار مثلا عرض زي العرض ده تمام هنا بيقولك ان كل واحد هيشترك في العرض ده انت هتحصل على اتنين دولار ستة وتلاتين ست وده اللينك بتاعك هوا بتاخد اللينك هنا من هنا كوبي لينك تمام ولا عاوز تفتح الصورة بتفتحها في صفحة جديدة ودي يعني عيب موجود في الشركة دي انه هو ما بيخلكش تشوف العرض نفسه هو مجرد صورة اللي المعلن بي بحضت تمام وبتروح تنفذ نفس العرض ده في شركة سيبي ايليت بس كمعلن بتقوله انا عاوز ناس تدخل تشترك في العرض ده مقابل واحد دولار فيما انت كده هتكسب كام دولار ستة وتلاتين سنت تمام طيب احنا هنطبق مع بعض ده حالا طيب في مثلا عروض الموبايل دي انا بفضله طبعا يبطي بقى اسهل مثلا عرض ازي ده انا العرض ده انا يعني نفسته كنت فاكر ان انا بسجل للحالة يعني طلعت ان انا مسجلتش فهوريكم الحملة انا عملتها واشرح لكم دلوقت انا عملت ايه في الحمل هنضغط على العرض كده زي ما انتو شايفين ده اللينك تمام هناخد اللينك والصورة نفسها هنعمل لها حفظ تمام عشان هنحتاجها تمام نيكي هنا مفروض ان الصفحة عندك هتبقى فاضية طبعا المفروض اول حاجة بتعمل ان انت بتضيف رصيد على داخل الشركة على حسابك يعني في شركة سيب ايليت رصيد كمعلن تمام نضغط على هنا مثلا ده اقل مبلغ تقريبا المفروض تحطه 100 دولار تمام زي ما انتو شايفين كده تمام هتيجي بعد كده على كلمة طبعا بعد ما تضيف الرصيد ويبقى فيه رصيد في حسابك هتضغط على كلمة كامبين كريت نيو كامبين هتضغط على كلمة كامبين وهنبدأ نتعامل بقى في الصفحة اول حاجة هتعملها هتختار نوع الحملة بتحتك اه اه هتدفع 1 دولار او 50 سنت مقابل كل واحد يضغط على الاعلام هنه مش عاوزين دي هنا هتدفع هتدفع مقابل كل واحد يعمل التنصيب للتطبيق بتاعك نضغط هنا هنا في ميزة ان هو هنا بيجي اسألك كم سؤال علشان يساعدك هنا بيقولك ان الحملة بتاعتك او التطبيق بتاعك او الاعلام بتاعك يعني هنسحب الفلوس مقابل ان اول ما العميل يعمل التطبيق يعني ان الكنفيرت هيتحسب اول ما العميل يصلت بالتطبيق هتقول له ياس هنا بيقولك انت مشترك ده يعني ده التطبيق ده بتاعك ولا انت مشترك مع شركة افليت وجاي تعمل اعلان لها عندنا طبعا هتقول ياس ان دي دي مهمة جدا علشان موضوع التراك ان هو يعرف ازاي ان انت تسجي ان العميل اصلا عمل تحميل للاب نفسه تمام طيب كده احنا اخترنا نوع الحملة هنا النام اللي هو تكتب اسم الحملة حاجة خاصة بك انت علشان تعلم الحملة بداحتك طبعا الافضل انت تكتبها باسم الحملة نفسها انك بس ان تكتب باستي بتاري تمام ودخدها تكتبها هنا في اسم الحمل هنا تعقوبشان اللي هو ان انت لعاوز تضيف اللينك بتاع التطبيق على جوجل طبعا مش هنضيفه هنا التأيطر اللي هو العنوان ده هتخلي بالك ده هيزهر للناس اللي هتدخل تاخد التطبيق بتاعك وتعمله تسويق فطبعا برضو تختار انت بشي تجيب حاجة جديدة من عندك انت تختار من هنا تمام كمثال يعني تمام هنا الوصف ناخد العنوان كوصف يبطي بحاجات بسيطة يعني هنا كل اللي همنا انه يحصل فيه التحميلات علشان احنا نكسب مقابلة تمام هنا دي مهمة المهمة اللي هو الهدف من التحويل هتقول له تنصيب التطبيق او نستغل اب هتضغط هنا عشان تحط صورة تماما هتختار الصورة اللي احنا عملنا لها دولود تماما احنا رفعنا الصورة هنا بقى دي اهم حاجة موجودة هنا بيقول لك انا هعرف ازاي ان العميل او الزيارات او الناس اللي دخلت على اللينك بتاعك عمله تنصيب للتطبيق نفسه وانا هحسبك ازاي يعني هو كده خلاص هو بعث لك زيارات هو ما يعرفش بقى ان نزلت التطبيق ولا منزلتش وانا هقول لكم على حاجة حصلت معي انا يعني كسبت من يعني عملت اعلان ومن غير معمل التحويل او من غير معمل عفوا اللي هو الاتراك ان انا عملت اتبع للحملة نفسها على الموقع هنا حطيت التراكينج يوريل بشكل خاطئ التحويلات جات لي على سي بي اي جريب التقريب ان كسبت خمساشر دولار او عشرين دولار وهنا ما سحبش مني سنت واحد ليه لان هو اصلا ما يعرفش ازا كان المهم ان انا طربتها اتعاملت ولا لا بس ده غلط في ان هو بعد كده بعد ما بعث لي تلتميت زيارة تقريبا وكانوا عملوا اه خمساشر تحويل او عشرين تحويل اه ربعت لي رسالة ان الحملة ديت ما بتحقاش نتايق فهنوقف فاقفوا لك الحملة لكن انت لو عامل التراك بشكل مزبوط وان انت كنت عملته من من الاول كان زمان الحملة دلوقتي شغالة حتى لو انا يعني بيت خمساشر دولار اللي انا كسبتهم كانت خاسم مقابلهم مسلا سبع دولار بس ساعتها كنت ابقى عارف ان الحملة دي شغالة كويس بدلا ما اصرف خمسين دولار في اليوم هصرف مية متين تلتمية ان كده كده عارف ان الحملة خلاص بقت حملة شغالة ونجحة فاللي انا هصرفه هيجي اكتر منه تمام فدي الفكرة ان انت لا ما تعملش كده ولازم ان انت اضيف التراك بشكل مزبوط تمام طيب هنضيفه ازاي هنا المفروض هتضيف اللينك بتاع التطبيق نفسه اللي انت هتجيبه من على سي بي اي جريب نعمل كده كوبي لينك ونجي نضيفه هنا ده اللي العميل هيدخل عليه علشان يعمل التحويل طيب هنا اه الشركة نفسها بتاعت سي بي اي ليد ما متعرفش ممكن مش هتعرف برضو اي حاجة لولا عمل داخل هنا وحتى صدت بالتطبيق انت هتكسب اه على سبي اي جريب بس هو هنا مش هتعرف اي حاجة مش هتعرف اي معلومة خالص فبالتالي هيوقف لك الحملة بعدها هنا المفروض بيقول لك تعمل اي بقى علشان يعمل تتبع للتصطيب لازم تضيف الكليك اي دي الكليك اي دي هنضيفها ازاي هتدخل اول حاجة هنا المفروض هنجيب لتاخد اللينك ده تمام هتروح على سي بي اي جريب وتضغط على بوست باك تولز تمام وبعد كده جلوبال بوست باك جلوبال بوست باك تمام المفروض انا الحاجات دي اعملها قبل كده فعشان كده ظهرها عندي همزحها او هتضيف اللينك هنا تمام وتعمل هنا اي بور وهنا هنا بيقول لك كليك اي دي كليك اي دي هنا في الموقع ده اللي هو سي بي اي ليد تمام بتساوي اي عندك انت هنا هنا هو سي بي بيقول لك ان انت هتضيف هنا اتلاك بتاع البلاد فورم اللي انت شغل عليها تمام فانت هتقول له هنا بتاعت بيتساوي اي عندي ايه سي بي اي جريب عشان يعرف يعمل تتبق الموضة حتى لو انت مش فاهم سيبك من كل الكلام اللي انا بقوله انت اطبق بس زي ما انا ما قلت لك هتاخد اللينك من هنا اهو اللي هو هتيجي هنا تضغط على بوست باك تولز وتضغط على جلوبل بوست باك اتزهر لك الصفحة دي هتحط اللينك هنا والتعدل بس تعديل بس تمام هنا بيقول لك ان ان سي بي اي آآ ليت ميسمي عشان يعمل تتبع للحملة ميسمي اه التتبع اي دي او ان كل عميل يخلص التحويل عشان يارف انه خلص ميسميها اي دي في سي بي اي آآ جريب هنا عامل بيقول لك ان اسمها اوفر اي دي تمام اسمها اوفر اي دي. ففي اختلاف موجود اختلاف فانت المفروض تعمل اي بقى هنا هتقول له تاخد دي كده هتقول له ان كليك اي دي عندك هنا في سي بي اي دي هي هي بتساوي اوفر اي دي تمام في سي بي اي جريب تمام عملا بس كده كليك اي دي بتساوي اوفر اي دي وتعمل سيف سيتك تمام كده طيب معلش عفوا انت هنا انا مفروض تاخدها في الا الاحوام تاخد اي دا ما турش عفوا انت لا تكمل Chain ماتي ت منفيش كده وخلاص تمام وتتغض المن وقالنا الـ CBE Lead و CBE Grab على بعض كأننا كده ربطت الموقعين ببعض تمام هتيجي هنا بقى هنا دل بقى حطينا اللينك قدي اللينك بتاعنا هوا اللي موجود على CBE Lead هنروح واخد اخر جزئية من هنا هتعمل كده اللي هي Click ID تمام هونيجي هنا معلش ساعة عفوا احنا بقى هنيجي هنا نقول له ناخد Offer ID كده من غير الاقواص بتاعتها ناخدها من هنا اشهال تمام ونيجي هنا نعمل العلامة دي العلامة ديت اللي هي رقم سابعة اللي موجود في الكيبورد مش في الأرقام تمام هتدوس Shift وتضغط على رقم سابعة اللي هو موجود فوق في الكيبورد وبعد كده نضيف Offer ID تمام عشان نعرف ان الوفر ID بقى احنا كده عرفنا CBE Lead على CBE Grip هنعكس نعرف بقى CBE Grip على CBE Lead هنعكس العملية هنحنا هنا بص عملنا Click ID بيساوي Offer ID صح؟ هنك هنعكس بقى نقول له ان الوفر ID بيساوي Click ID وهناخد كده Click ID ونجي هنا نعمل يساوي Click ID بس طبعا هنحطها في الاقواص تمام زي ما انت شايف كده تمام كده احنا عملنا اهم حاجة في الموضوع وأصعب حاجة الموضوع سهل مصعب يعني انت بس اول مرة هتعمل الخطوة دي هنا في CBE جريب بعد كده مش تعملها تاني هنا بس كل اللي انت هتعمله كل ما تضيف عرض يعني تاخد اللينك زي ما انت شايف كده خدنا اللينك وضيفناه هنا ده اللينك هوت لحد الرقم سبعة تسين سبعة وبعد كده احنا ضيفنا الزيادة دي كل مرة انت بس هتضيف الزيادة دي يعني انت تحفظها كده ضيف بس الزيادة دي وخلاص اللي هي Offer ID بيساوي Click ID ممكن تكتبها كده على جنب وتحفظها تمام لكن اول مرة بس محتاج ان انت تضيف كمان في CBE جريب لكن بعد كده مش هتحتاج تضيف الاضافة دي انها خلاص بيت متسجلة ان ديت اصلا ثابتة ديت واحدة في كل العروض هتلاقيها ثابتة في كل العروض بتاعت CBE LEAD تمام طيب احنا كده خلصنا اهم خطوة زي ما اتفقنا احنا نرجع بس مع بعض احنا اختارنا اول حاجة ان احنا هنتحاسب مقابل كل عملية التنصيب للتطبيق تمام بعد كده كتبنا title اللي هو الخاص بالحملة بعد كده كتبنا description بعد كده حطينا الصورة تمام بعد كده عملنا اهم حاجة اللي هو التركينج وطبعا عرفنا ازاي نربط الموقعين ببعض بعد كده هنيجي تحت نختار اهم حاجة تركز عليها او تاخد بلك منها ما تنسهاش اللي هي الدولة هنيجي هنا وتكتب الدولة نفسها اللي تتأكد الاول بس التطبيق او اللي عرضه دوت متاح لمين بيقول لك لايرلندا هتيجي هنا تكتب ايرلندا اه زارت عندك في البحث هنا المفروض ان انت هتستهدف الموبايل انهي نواة تطبيق يعني هتستهدف اي نوع اندرويد او اي او اس طبعا هو هنا للاندرويد هنا بيقول لك طبعا الرسالة ديت بتظهر لك عشان انت لسه ما تضيفتش هنا اي مبلغ مالي يعني هنا بيقول لك انت المفروض هتدفع كام مقابل كل عملية التنصيب هنا بيقول لك انها المبلغ 10 سنت تمام انت ممكن تعمل كده تعمل زيرو تعمل دوت وبعد كده تكتب مثلا 30 سنت هنا تغيرت وقال لك ان هو موافق على الحملة بتحتك تمام او ان العرض اللي انت قدمته كويس بالنسبة للحملة تمام طيب احنا هنا المفروض بتربح كام هنا سبعين سنت وانت هناك هتدفع كام 30 سنت يبا انت الصاف المكسب بتاعك عن كل عملية التنصيب للتطبيق 40 سنت فهمت الموضوع جايز ازاي وانت مش هتدفع اي حاجة خالص على موقع سيبي إليدي الا لو حصل فعلا تحويل على سيبي إجريب تمام فانت هنا تخسر 30 هتكسبهم هنا سبعين فهيبص 40 طبعا تقدر تزود ديت علشان عمليات الظهور او ان انت تظهر اكثر يعني ممكن اخليها 50 وكتفي بس ان انا 24 سنت ممكن اخليها 10 زي ما هو ما قال ان هذا الحد الادنى ممكن اخليها 20 انت اللي بتتحكم فيها براحتك تمام اخر حاجة هتيجي هنا تضغط على سنبيت تمام طيب خلي بالك ان هنا راسي التمانية لو انا ضغطت على سنبيت هيتخسم 5 دولار طيب ليه هيتخسم 5 دولار زي متو شايفين كل حملة بتيجي تعملها انا ضغطت مثلا بيخسم 5 دولار 5 دولار 5 دولار 5 دولار 5 دولار اللي هو الحد الادنى للتكلفة الحملة اللي هو ان انت المفروض الحملة دي على الاقل تسرف 5 دولار علشان هم كمان يبدأوا احققوا ارباح كشركة طيب ما انا كده يعتبر دفعت 5 دولار وللسه مكسبتش اي حاجة لا ما بتتحسبش كده ان انت نفس الحملة دي انا ضغطها انا المانش لو ملقيت هاش حقيقات معك ارباح او مفيش منها تحويلات بلس حد يحمل التطبيق انت المفروض هنا ما دفعتش اي حاجة تمام اه اه هناك كلمة دي الحملة اللي انا قالت لكم عليها يعني اقلاقي لدي اتشفاء اه اا هنا على الموقع نفسه ما صرفش اي حاجة من ال 31 دولار اللي هما الميزانية بتاعت الحملة نفسها لكن حقا انا بعدهاdriver ان تجيب من الوثيلان الآن الحملة خصم خمسة دولار في الحملة اللي لسا عملنا دي مثلا الحملة اللي لسا عملنا بس أنا كنت عاملها قبل كده وشوف هنا كنت عامل البيت كمان كام خمسين سنت يعني أنا راضي بمكسب عشرين سنت بس بس الحملة تشتغل كويس لو اشتغل كويس هتلاقي نفسك رفعت هنا البدجت بتاعك بدل ما بتصرف خمسين دولار في اليوم اخليهم مثلا متين تلتمية وانا كاكده ضامن ان في مكسب موجود وممكن اقلل ديت مع الوقت تضغط هنا وتعمل تعديل تمام وتضبط او تعمل هنا تعديل هيعدد لك البيعوت تلقائي تمام دي الفكرة اللي احنا بنتكلم عنها فانت هنا خصم منك الخمسة دولار وانت لقيت الحملة مش شغالة اضغط هنا وعمل edit وضيف حملة جديد غير كل البيانات بحملة جديدة ودوس save كده انت عملت حملة جديدة وفي نفس الوقت ما خصمش منك تاني اي رسيد من هنا طيب الحملة اشتغلت وغطت تكاليفة اصلا وعدت الخمسة دولار ولقيتها مش شغالها كويس وحبيت تعمل حملة جديدة اكيد مش هتعدل على دي اعمل بقى حملة جديدة وغامر بخمسة دولار من اول وجديد فاهمين الفكرة فالموضوع سهل انا لحد دلوقتي مخسرتش اي حاجة في الموقع ده على العكس تماما يعني اي حملة انا عملتك سبت فيها طبعا الحملة دي والحملة دي لسه دي الحملة عدلتها ان هو برضو قمبعات للزيارات وما كنتش عامل التراكين كويس فاقلت اعدلها الحملة دي نفس كانت نفس الحملة دي تمام بس انا عدلتها دلوقتي وعملت حملة جديدة خالص خالص وعملت التراكين مزبوط بس هي نفس الفكرة يعني ان هو هنا كان اضافة ايميل وهنا برضو اضافة ايميل تمام بحيس ان بفي مكسب وفي نفس الوقت الشركة هنا يقباليها برضو ان هي تاخد حقها والحملة لو نجحها خلاص هنكمل بقى نبدأ نزود نرفع دي حتى لو 500 دولار في اليوم المشكلة انا كايك ده مسام حقا ما اكسب من هنا 2 دولار او هي الحملة ب2 دولار 36 سنت انا هنا ده هدفع دولار فهكسب دولار 36 سنت فلو في اليوم الواحد بس جالي 100 واحد اشترك في العرض بتاعي فكويس جدا هبقى صرفت كم هبقى صرفت 50 دولار وكسبت 100 مثلا او عفوا ان هبقى كسبت 130 دولار وصرفت 100 الصار في 130 دولار مكسب يعني تمام فلا الموضوع سهل وبسيط زي ما انتم شفتم جرد ان انت بتجيب الحملة من هنا تنقلها هنا مقابل بس الفكرة انت بس بتغير اللي هو البي اوت اللي انت هتدفع كام هنا بتاخد دولار هنا هتخليها نص دولار وكسب عشان يبقى في مكسب سب انت كانك وسيط في النص تمام اعتقد ان الموضوع سهل وان انتم كده خلاص فهمت الدنيا ماشية ازاي وطبعا هنتابع مع بعض بقى لو في اي حاجة ان شاء الله في الكورس الكورسي عموما مش شرط بس الطريقة ديت او اي حاجة انت عاوز تسأل عليها هنتابع مع بعض وانا متواجد معاكم باستمرار ان شاء الله اشتركوا في القناة